السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرحبكم من جديد في حلقة جديدة اليوم حلقة مختلفة تماما حلقة اعتقد انه بالنسبة لي شايفة لها قيمة اعلى لان الله هتكلم عن مبادرة مهمة جدا 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 طرحها كابتن هيسام مصطفى كرار لدعم اعتصام نيرتتي في وسط دارفور صراحة الاقتراح نقدمه هيسام مصطفى باقامة مباراة في نيرتتي بين الهلال والمريخ مقدمه للاتحاد السوداني انه مفروض يوافقه على انه المباراة وقام في مدينة نيرتتي لدعم الاعتصام حتى تتحقق المطالب وحتى وبعد ان تتحقق بالتأكيد مبارزة دي حكلها واقع خاص عند اهلنا في منطقة نيرتتي وبالتأكيد ده هو التضامن الوحيد الممكن تتكلم عنه نحن كرياضيين نقدر ندعم هذه المبادرة عشان فعلا يعني صراحة يتحقق جزء بصي جدا من مطالب الثورة ثورة ديسمبر المجيدة انه مواطنين السودان كلهم على اقل برجل واحد حتى تمضي هذه البلاد من هذه الفترة العصيبة وده نوعية المبادرات المفروض يكون فيها تنفيذ مباشرة لانه بالتأكيد ده الوقت المناسب الممكن تتقدم مباراة بين الهلال والمريخ في مدينة نيرتتي وفي دارفور بشكل عام تساهم حتى ولو بجوز بصي جدا في عملية احلال السلام في منطقة دارفور بشكل عام وده الحاجة الناس طلعت عشان الثورة انه المواطن يكون مرتاح في كل انحاء السودان صراحة مبادرة الناس مفروض تقيف عليها ومتقيف معها وحتى تتنفذ وتتنفذ في كل الشبه في السودان في انه تكون الرياضة بالتأكيد ما عنده علاقة بالسياسة لكن لما انت كرياضة تساهم في حاجة دي اكيد الرياضة ومعناها بالنسبة لك كرة قدم اكيد هترتفع وحتسم لانه هي ساهمت في حاجة ممكن تكون بالتأكيد مهمة جدا جدا وعملية حال السلام بالتأكيد الناس يعني محتاجاه بشكل كبير ونتمنى انه فعلا الحاجة دي يعني تتم في الفترة القادمة والرياضة تكون ساهمت ولو بحاجة بسيطة جدا في هذه الفترة تحديدا باذن الله تتحقق كل مطالب اهلنا في نيرتتي في هذا الاعتصام ويطلع منه هما في امن وامان ويقتلاح الكابتن هيصر مصطفى اللي قد اذنه ساقية بالتأكيد حيكون له وقع خاص جدا جدا وانا متأكد تماما انه ما في اعلامي او نجوم من الدور الممتاز حيرفضوا يشاركوا في هذه المباراة تحديدا حتى ادارات الاندي بالتأكيد حترحب بهذه المبادرة الكويسة جدا 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 لأهلنا في منطقة نيرتتي شاكر لكم كثيرا على هذه المتابعة وإلى اللقاء